السلام عليكم اليوم عنوان درسنا هو قوة الاحتكاك رح نحكي في فيديو اليوم على ثلاث نقاط مهمة النقطة الاولى رح نتعرف على مفهوم قوة الاحتكاك النقطة الثانية رح نتعرف على اتجاه قوة الاحتكاك والنقطة الثالثة رح نتعرف على سلبيات قوة الاحتكاك هلا يرى ربع احنا في فصل الشتاء لما نحس بالبرد منقرب ايدينا على بعض ومنفرقهم طيب لما تفرق ايديك ثنتين مع بعض شو بتحس؟ بحس بالدفع طيب من وين اجاه هذا الدفع؟ اجاني هذا الدفع نتيجة وجود قوة الاحتكاك فقوة الاحتكاك عرف قوة الاحتكاك يا رابع هي قوة تنشأ نتيجة تحرك جسم على سطح ما عيد وراي عرف قوة الاحتكاك عيد وراي هي قوة تنشأ نتيجة تحرك جسم على سطح ما أحسنتم كمان مرة عرف قوة الاحتكاك هي قوة تنشأ نتيجة تحرك جسم على سطح ما أحسنتم هلأ قوة الاحتكاك يا رابع ممكن تكون عندي قيمتها كبيرة تمام وممكن تكون قيمتها ايش صغيرة طيب متى بتكون قيمة قوة الاحتكاك كبيرة ومتى بتكون قيمة قوة الاحتكاك صغيرة بتكون قيمة قوة الاحتكاك كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن إذن بتكون قيمة قوة الاحتكاك كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن إذن تكون قوة الاحتكاك قيمتها كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن طيب تكون قوة الاحتكاق قيمتها صغيرة إذا تحرك الجسم على سطح أملس وإيش يعني أملس؟ يعني ناعم إذن كمان مرة قوة الاحتكاق قيمتها ممكن تكون كبيرة وممكن تكون قيمتها صغيرة حتكون قيمتها كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن عيد وراي تكون قيمة قوة الاحتكاق كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن عيد وراي وتكون قيمة قوة الاحتكاق صغيرة إذا تحرك الجسم على سطح أملس يعني خليني أرسم هالرسمتين عندي هون صندوق هون صندوق وهاي سطح بتحرك هذا الصندوق على سطح خشن تمام؟ إذا عندي صندوق وهون أنا قاعدة أسحبه باتجاه اليسار يعني هون اتجاه حركة الصندوق بسحبه لليسار وعندي برضه هون صندوق ثاني ونفس الشي بسحبه باتجاه اليسار يعني هون اتجاه حركة الصندوق يعني بسحبه بأثر عليه في قوة باتجاه اليسار بس الأرضية اللي بسحبه عليها شو بتتكون؟ ملساء يعني سطح أملس يعني نعم هلا يا رابع من يحكي لي وين هتكون قوة الاحتكاك كبيرة وين هتكون قوة الاحتكاك صغيرة؟ بتطلع أول إشي على السطح هلا بالرسمة ألف هون عندي رسمة ألف هون رسمة بأه هلا بالرسمة ألف الصندوق بيتحرك على سطح خشن طيب لما يكون عندي السطح خشن معنات قوة الاحتكاك حتكون إيش؟ كبيرة ممتازين طيب الرسمي با الصندوق بيتحرك على سطح أملس معناته شو حتكون قوة الاحتكاك ممتازين صغيرة إذن هون عندي قوة احتكاك هون قوة احتكاك إيش أحسنتم قوة احتكاك كبيرة طيب با شو حتكون قوة الاحتكاك أحسنتم صغيرة إذن هون قوة احتكاك صغيرة ممتازين طيب خلينا نحكي على اتجاه قوة الاحتكاك دائما دائما يا رابع يكون اتجاه قوة الاحتكاك بعكس اتجاه حركة الجسم إذن نكتبها ملاحظة ملاحظة اتجاه قوة الاحتكاك عيدوا وراي اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم أحسنتم كمان مرة عيدوا اتجاه قوة الاحتكاك بكون عكس اتجاه حركة الجسم عيدوا وراي اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم يعني بالرسمة ألف هل الصندوق بسحبه باتجاه اليسار معنى توين رح يكون اتجاه قوة الاحتكاك مين يحكي لي وين اتجاه قوة الاحتكاك أحسنتم إلى اليمين إذن هون حتكون عندي اتجاه قوة الاحتكاك برافو عليكم طيب بالرسمة باتطلع وين اتجاه حركة الصندوق أنا بسحبه لليسار معنى توين كون حوين حيكون اتجاه قوة الاحتكاك أحسنتم إلى اليمين إذن هون اتجاه قوة الاحتكاك إذن كمان مرة عيدوا وراي اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم كمان مرة اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم خليني أعطيكم هذا المثال المثال بحكيلي حدد اتجاه قوة الاحتكاك في الرسم المجاور عندك رسمة هاي صندوق والصندوق بيتحرك على سطح خشن هذا سطح خشن وانا بأثر عليه في قوة باتجاه اليمين ها انا قاعدة بسحبه باتجاه هون اتجاه الحركة السؤال لي حدد اتجاه قوة الاحتكاك في الرسم المجاور هلا احنا شو بنعرف معلومة انو اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم بطلع كونه بتحرك الصندوق او في عندي شخص بيسحفي باتجاه اليمين اذا وين هيكون اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركته فرح يكون باتجاه اليسار اذا هون هيكون عندي اتجاه هنا اتجاه قوة الاحتكاك إذا هنا سيكون لدي اتجاه قوة الاحتكاك لأن اتجاه قوة الاحتكاك دائما عكس اتجاه حركة الجسم إذن يا رابع اليوم تعرفنا على تعريف قوة الاحتكاك هي قوة تنشأ نتيجة تحرك جسم على سطح ما وحكينا قوة الاحتكاك قد تكون قيمتها كبيرة وقد تكون صغيرة وتكون كبيرة إذا تحرك الجسم على سطح خشن وتكون قوة الاحتكاك صغيرة إذا تحرك الجسم على سطح ناعم وحكينا أيضا اتجاه قوة الاحتكاك دائما عكس اتجاه حركة الجسم ولهون منكون كملنا الفيديو بس الدرس ما خلص بظل علي أتعرف على سلبيات قوة الاحتكاك ونحل أسئلة تمارين الدرس بالفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته